هذا والله تعالى أعلم طيب قيادة المرأة للسيارة الحقيقة المسألة فاخلاف بين أهل العلم المعاصرين بين أهل العلم المعاصرين فمنهم من يرى أنه لا حرج على المرأة أن تقود السيارة بضوابط وبشروط ومنهم من قال لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه الظروف وعلى أي حال المسألة خلافية وهذه مسائل الأحكام والاختلاف في مسائل أحكام أكثر من أن ينضبط أما أنا فلا أرى أن تقود المرأة السيارة بنفسها فقد تتعرض بسبب هذا لفتن لا يعلمها إلا الله فمن باب سد الذرائع من باب سد الذرائع لا من باب أن العمل في ذاته حرام وإن من باب سد الذرائع لا ينبغي المرأة أن تتولى قيادة السيارة بنفسها إلا للضرورة إن اضطرت المرأة لذلك ورجحت بين مصالح ومفاسد ورأت أن المصلحة في أن تتولى هي بنفسها القيادة حتى لا تتعرض لركوب مع رجل أجنبي إلى غير ذلك أو المضايقة في وسائل موساط العامة فهذا هو القول الآخر لعلمائنا ولذلك أنا أقول الاختلاف في مسائل الحكامي أكثر من ينضبط لكن هذا رأيي أنا الشخص في المسألة ومن خالفني فلا أنكر عليه والله تعالى أعلم